السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهت القمة التي احتضنتها العاصمة مادريد على ملعب الآتل تيكو بفوز الضيوف بثلاثة أهداف لهدفين بين آتل تيكو مادريد أمام ليفر بول ودخل الضيوف بكل قوة في المباراة وسجلوا الهدف الأول عن طريق محمد صلاح وأضاف زميله في الفريق كايتا الهدف الثاني ليقلب مهاجم الأتل تيكو غريزمان طاولة وسجل هدفين ليخرج الفريقين في شوط الأول بالتعادل الهدفين لهدفين ومع بداية شوط الثاني تعرض نجم الشوط الأول غريزمان للطرد بالبطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على لاعب ليفر بول فيرمينيو وسجل الهدف الثالث المصري محمد صلاح من ركلة جزاء وبهذا الانتصار يتصدر ليفر بول المجموعة إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة ليصلك كل جديد اشترك في القناة